بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد سورة كريمة جاءت في كتاب الله عز وجل تبرز لنا منتهى العطاء الإلهي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الكوثر تعالوا نقدم لحضراتكم باقات منيرة تتعلق بهذه السورة الكريمة استهل ربنا سبحانه وتعالى السورة بقوله إن وهنا باقة منيرة إن يسميه بعض المفسرين ضمير الحق العظيم لأنه يعبر عن التعظيم إن أعطيناك قدم الله سبحانه وتعالى الفاعل على الفعل الفعل هنا هو العطاء والفاعل في قوله تعالى إن وهنا دقيقة لغوية حين يقدم الفاعل على الفعل فالمقصود هنا تأكيد وتوفيق هذا الفعل فإذا كان الكلام هنا عن العطاء الإلهي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن ربنا يقدم الضمير ويقدم الفاعل إن على الفعل أعطى فالمعنى هنا أن الله سبحانه يوثق ويؤكد مسألة العطاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذه باقة منيرة استهل بها ربنا سبحانه وتعالى الكلام عن العطاء الإلهي لسيدنا رسول الله فقدم الفاعل على فعل العطاء ليؤكد ويوثق مسألة العطاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه حين تقرأ القرآن الكريم وتجد هذا أو هذه الكلمة إن لابد وأن تدرك أن ما يأتي بعدها سوف يكون خيرا كثيرا أو سوف يكون خبرا خطيرا فكأن الله عز وجل حين يقول في القرآن الكريم إن أو نحن فعليك أن تنتبه وعليك أن تدرك جيدا أن ما يأتي بعده إما خير كثير وإما خبر خطير ما الذي أتى بعده؟ إن أعطيناك الكوثر الفعل هنا فعل العطاء نسبه الله عز وجل إلى نفسه إن أعطيناك وحين ينسب الله الفعل إلى نفسه فهنا باقة أخرى منيرة أي فعل أو أي حدث إنما يحتاج إلى مجموعة من الصفات يعني هناك فعل يتطلب قدرة هناك فعل يتطلب حكمة هناك فعل يتطلب بطشا وقهرا فحين ينسب الله عز وجل الفعل إلى نفسه فكأنه يريد أن يقول اعلموا أن هذا الفعل الإلهي قد اجتمعت فيه فيوضات من صفات الله سبحانه وتعالى اجتمعت مجموعة من الصفات الإلهية في هذا الفعل وهنا ندرك مفهوم العطاء أن العطاء ليس في جانب دون جانب ليس في مجال دون مجال ليس في نوع من العطاءات دون آخر بل هو عطاء عميق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكد هذا الكلمة التي تأتي بعد العطاء إنا أعطيناك الكوثر ما هو الكوثر الكوثر هذه الكلمة تستعمل في اللغة لتوصيف نسب الأشياء في القلة أو الكثرة يعني أقول مثلا هذا أقل هذا قليل هذا كثير هذا أكثر هذا كوثر لعله قد لحظتم الآن هذا التدرك في الزيادة هذا أقل هذا قليل هذا كثير هذا أكثر هذا كوثر فكلمة الكوثر هي أوسع الكلمات للدلالة على مفهوم الكثرة أقول مثلا فلان أعطى مالا قليلا فإذا زاد أقول أعطى مالا كثيرا فإذا أعطى مع المال غيره يعني أعطى مالا وأعطى طعاما وأعطى شرابا وأعطى سعادة أقول هذا أكثر كأن قليل وكثير تكون في نوع واحد في نفس النوع لكن أكثر تأتي مع الأنواع المتعددة إذن ما هو الكوثر الكوثر هو الأكثر من الأكثر نقول الكثير هو الأكثر من القليل والأكثر هو الأكثر من الكثير والكوثر هو الأكثر من الأكثر حتى يصل المعنى إلى الأذهاد فالكثير هو الأكثر من القليل والأكثر هو الأكثر من الكثير أما الكوثر فهو الأكثر من الأكثر فالله سبحانه وتعالى أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا كثيرة ومتنوعة من العطاءات وكانت كثيرة في كل نوع من العطاء الذي أعطاه الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين فهمنا هذا المعنى؟ لأن النبي حين سئل عن الكوثر قال هذا نهر وعدنيه ربي في الجنة عليه خير كثير إذن كأن رسول الله قال إن المقصود بالكوثر هنا هو النهر لكن سيدنا بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النهر بعض الكوثر إذن فالكوثر شيء أوسع ولذلك فسر المفسرون الكوثر طارة بالنبوة وطارة برفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وطارة بالقرآن الكريم وطارة بالنهر الذي في الجنة فعرفنا إذن أن الكوثر شيء أوسع وليس المقصود به النهر وفقد لكن لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهر؟ لأن هذا أمرا غيبي أطلعه الله عز وجل عليه النبوة يعرفها النبي ويعرفها من معه القرآن يعرفه النبي ويعرفه من معه رفع ذكر النبي يعرفه النبي ويعرفه من معه هذه أمور مشاهدة أما الأمر الغيبي الذي أطلعه الله أطلع الله نبيه عليه ولم يعرف أصحاب سيدنا رسول الله فهو النهر الذي في الجنة فحينما سئل عن الكوثر أخبرهم رسول الله بما غاب عنهم وبما أطلعه عليه لا بما عرفوه إذن الكوثر هو الأكثر من الأكثر الكوثر الكلمة التي تستعمل للدلالة على مفهوم الكثرة وقد أعطى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من كل نوع ومن كل عطاء فمنتهى العطاء في قوله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم